بناخذ آخر سؤال سكاي نيوز المايك بس افتح المايك بس خير أنا سمير عمر من قناة سكاي نيوز عربية من مكتب القاهرة يعني أما وأن سيدة الأبين عام وحضرتك أشارت إلى أن الدولة التي تقترح مبادرات فعليها تنفيذها سأتحدث عن مبادرتين وردتها في المبادرات البحرينية الثالثة والرابعة ما يتعلق بضبان التعليم عن بعد لولئك الذين أضيروا وأبنائهم من الصراعات وبالتأكيد غزة هي أكبر نموذج لذلك وما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية أيضا الذين أضيروا من الصراعات المسلحة وغزة أيضا تعود مرة أخرى في الصدر هل لديكم أمو أن البحرين رئيسة القمة لديكم تصور لكيفية تنفيذ هتين المبادرتين وإذا كان الرئيس سيتولى تنفيذها والأمان العامة تتبعها أقترح أن يكون الإعلاميون أيضا والصحفين الرئيس لن يتولى التنفيذ الرئيس سوف يشرف على كل الجاهة الذي يحقق التنفيذ ندخل نفسنا معكم والصحفين كمان يتابعوا عمليات المبادرتين تنفيذها ربما يعطي ذلك زخما إضافيا وكمان خلينا مطلعين على تنفيذ المبادرتين فهل هناك آلية لتنفيذ هتين المبادرتين على هذا النحو معلش برضو سيدة الأمان العام أنا أول مرة بشوف حدك من ثمان سنين ومن قبلها وزير خارجية تتحدث على هذا النحو بين الحزن ويه يعني الغضب فيما يتعلق به غزة وإسرائيل كي لا يفهم خطأ هو اللي بيحصل في غزة واللي كشف عنه الوجه القبيح لكل من أيده هذا العدوان هل ده أنا أطرح لك سؤال آخر في مقابل حديثك هو لو كان حصل هذا الكلام في أوكرانيا أو في البوزدة أو في كوزوفو كان صمت العالم مثل ما يصمت طيب يبقى عشان كده هذا الغضب مسألة الكوات الحفظ السلام هناك مقترح في البيان المنامي يتعلق بهذا الأمر لكان لا يختار تعلينا الأمر حياتنا فيت الكوة العربية لكن فيه مقترح بقول قوة السلام وحفظ للدولة شكرا لاحظ الله يسلمك لا أنت سألت الله يسلمك عن تقانية الصحة والتعليم وبارك الله فيك بالفعل سؤالك في مكانه أولا لن يكون هناك جهد يتكامل بدون الأعلام الأعلام نحتاجه والأعلام شريك في كل مساعي الدولة والكتلة بالنسبة عن التعليم والصحة حقيقة سمو ولي العهد الرئيس مجلس الوزراء طول عمره وجه قال ماذا عرفنا اللي هي تحقيق كذا كيف فالكيف تديننا نعمل عليه تديننا ننسق مع اليونسكو وأبدوا ارتياحهم وتقبلهم ورحبوا بالنهم يكونون شركة معنا آلية التنفيذ لازم تكون جهة معنية بالتنسيق ومتابعة التنفيذ بتكون هي دولة صاحبة المبادرة ما نقدر نعمل بعزلة عن الجامعة العربية فالتنسيق مستمر بيكون مع الجامعة العربية والتقارير ترفع إلى القمم من خلال الجامعة العربية وبعد تداوله ومناقشتها على مستوى وزراء الخارجية وأيضا بالتعاون معه المنظمات الدولية لأن المطلوب وله السبب تم دعوة الأمين العام وممثلي الدول دائمة العضوية في المجلس الأم على أساس أن تاخذ البعد الأممي بحيث أن الجهد يصبح موجه إلى الفئة المتضررة من الشباب بالتعاون مع الجهات الأممية والجمعيات والمؤسسات الأممية ورقة المفهوم ككل والخطة ككل كانت هي فكرة مبدئية القصب مع الكيف كان لابد من أولا مباركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وحصلنا عليها اليوم فيعني اليوم نحن سعيدين بأن القادة يعني باركوا هالتوجه ووافقوا على القرار بأن دولة صاحبة المباررة هي اللي تقوم تخيل طال عمرك مع المستقبل أيضا دول أخرى تأتي بمبادرات وتكون مسؤولة عن متابعتها ودور الجامعة ككل هي التنسيق مع كافة المبادرات ومتابعتها حتى يتم إنجازها هناك آلية الآلية راح تكون أوضح بعد ما تم الاتفاق والإقرار المبادرات بعد ما يتم التنسيق الدقيق والشامل مع الشركاء بصورة أوضح وأدق شكرا شكرا ساعدة وزير الخارجية ومعالي الأمين العام شكرا جزيلا لكم شكرا